الناس حازدتنا صراحة ويشوفونا سبعة مليون وحاصة ثمانية مليون يقولوا خذ يجينا شخص قد تستلم ملايين وكذا وكذا طبعاً الأرباح بالعراق مو زينة ليش؟ لأن معلنين ما عدنا وما عدنا شركات تعلن بالعراق وشركة يوتيوب أصلاً مو مهتمة يمكن هذا الموضوع مو زينة على قناته يمكن يوصل لهم ما عرف بس شركة يوتيوب مو مهتمة باليوتيوب واللي بالعراق والسبب بالفترة الأخيرة أنا منزل فيديوهات بقناتي تقريباً 200 فيديو نعم 170 فيديو بالفترة الأخيرة ب2019 170 فيديو أو 150 وما عرف القد تشكوا فيديو أنزله يصعد تريند واحد ثنياً العراق حلو هذا كلنا يعني كنا نحن يوتيوبرز العراقين من ثلاثة مليون أو أربعة مليون وفوق أنا معروفين فنزل فيديوهات بقناة تصعد تريند نعم وفيديوهاتنا الحمدلله والشكر يعني ما حاجتين بها كلام سلبية ومنتقدين شخص أو حاجتين على شخص الحمدلله فيديوهات عفوية نسويها بالبيت نسويها براس الشارع ومرات يعني عندنا فيديوهات عفوية وعندنا فيديوهات نوصل بها رسالة وكذا وكذا المهم ركز على موضوع العرباح وشغل اليوتيوب بغير دولة لنفرض بالسعودية نعم السعودية إذا تنزل فيديو نقول يوصل مليون مشاهدة إذا جمهورك من السعودية تقريباً ألف دولار علي المليون الفيديو الواحد يعني هي تتامع أنا ما مركز وما منتبه بالعراق شكراً؟ بالعراق إذا أنا أوصل بالأسبوع أجيب فيديو ونزل فيديو ووصل عندي مليون يعني نعم ما تتوقع؟ ما قد أرباح؟ أنا أريد أن أعرف منك والله العظيم يمكننا أربعين إلى ثلاثين دولار وين الثلاثين دولار وين الألف دولار وبالتالي يأتيك شخص يقول لك لماذا لم تقوموا أفلام؟ لماذا لم تقوموا أمور حديثة؟ لماذا لم تقوموا كاميرات؟ نعم نعم رغم هذه الأرباح نعم رغم هذه الأرباح و wee ونسافر نتطلع ونبشي للمتابعين أننا ما من المتابعين أنا أقول لك إعلانات يمكن أن نفعل إعلانات نستفاد من عدتها وهم المتابعين يدعون أنهم نفعل إعلانات وما يدعمونها